تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة انطلقت بطولة سموه لسباقات القدرة الدولية والمحلية والإستبلات الخاصة بتنظيم من الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة بمشاركة واسعة ونظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة السباق الدولي لمسافة 160 كم والسباق الدولي لمسافة 100 كم والسباقات التأهلية المحلية لمسافة 180 و40 كم وشهدت السباقات مشاركة واسعة من الإستبلات والفرسان الذين سعوا لتقديم مستويات بارزة لتحقيق أهداف هذه المشاركة في السباقات هذا وحرص الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة على تهيئة الأجواء المثالية للإستبلات والفرسان المشاركين لتقديم مستويات بارزة تعكس المسيرة الناجحة التي تسير عليها رياضة القدرة البحرينية في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هذا وسوف تشهد قرية البحرين الدولية للقدرة يحتضان سباق الإستبلات الخاصة على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وذلك لمسافة 120 كم حيث سيشهد السباق مشاركة كبيرة من الإستبلات الخاصة للمنافسة على لقب البطولة إضافة إلى تنظيم مسابقة أفضل حالة جواد حيث تحظى المسابقة بدعم من سمو الشيخ نورة بن حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان